هناك جانب كبير من النجاح إن لم يكن الجانب الأكبر في حسن التفاعل والانسجام بين كافة الخطباء والأئمة في الأوقاف وبين المحيط المجتمعي الذي يخاطبونه والذي يتوجهون إليه والذي يسعدون ويتشرفون بخدمته التواصل بين رجال الأوقاف في كافة ربوع مصر وبين مختلف شرائح المجتمع بما يوجد جسر من الثقة المتبادلة ومن الدعم المتبادل وبما يجعل الإنسان المصري شريك في إنجاح مؤسسة الأوقاف عن طريق حسن التواصل وعن طريق المشاركة في مجالس إدارات المساجد وعن طريق المشاركة في التبرع للمساجد بالإحلال والتبديل والتجديد والفرش وهناك قدر كبير من هذا مبني على الجهود الذاتية وعلى تبرع المقتدرين من أبناء مصر الكرام لكن الأهم من كل هذا أنا أريد إعادة بناء قدر كبير وجرعة عالية ضخمة من التفاعل الحي بين كافة القرى والنجوع المصرية والمدن المختلفة وبين مؤسستهم المؤتمنة على خطابهم الدعوة الأوقاف أنا أريد مرة أخرى أن يستشعر كل إنسان في مصر أن المسجد الموجود في حيه أو في قريته أنه هو منبره أنه بيته أنه يساعد إمام المسجد في إدارته على أكمل وجه وفي نظافة المسجد وفي أناقة المسجد وفي جماله أنا أريد لكافة الشرائح المصرية أن تستشعر أن المسجد هو البيت الجامع للمصريين جميعا الممتلئ بالأمان والممتلئ بالعلم والممتلئ بالثقافة إجابتي المختصرة والملخصة لهذا الأمر أنا أريد من أئمة الأوقاف التفاعل الراقي مع كافة شرائح المجتمع وأريد من كافة أبناء مصر أن يضعوا أيديهم في أيدي أشقائهم من أئمة وخطباء الأوقاف من أجل أن ينجح الجميع ومن أجل تسديد ودعم الإمام في أداء رسالته بينهم على أكمل وجه ادعموا إمام المسجد بكل ما تملكون دعما معنويا بالتواصل معه بتشجيعه بدعمه بلفت نظره إلى القضايا التي تحتاج إلى تناوله حتى يكون خطاب إمام المسجد مبنيا في دروسه وفي محاضراته على رصد حقيقي للإشكاليات والأزمات التي يحتاج الناس إلى سماع رؤية دينية راشدة فيها تتعدد الوجوه التي يمكن لكل أبناء مصر أن يشاركوا بها في إنجاح مؤسستهم التي تتشرف بخدمتهم